طيب هل هناك تصل آخر محمد من مورتانيا هل نعم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل محمد نعم تفضل سؤال أول من أريد أن أعرف السؤال الأفضل أجل تغير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ السؤال الأفضل أفضل صيغ نعم ما ماذا صيحة شرائق الأنوار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هداية الأنوار شرائق الأنوار شرائق الأنوار طيب شيخنا محمد من مورتانيا سأل عن أفضل الصيغ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على رسوله الكريم فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهذه الصيغة هي أفضل الصلوات وهي ما جاء في القرآن من أن تصلي عليه وتسلم أن تجمع بين الصلاة والسلام عليه فتقول اللهم صلي وسلم على محمد سواء قلت على نبينا محمد أو وصفته بأي وصفة أو ذكرت اسمه صلى الله عليه وسلم وسواء ذكرت معه الصلاة على آله وأصحابه وهذا أكمل أو لم تذكر ذلك فلو قلت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فتكون قد امتزلت الأمر الوالدة في سورة الأحزاء وبذلك صليت أفضل الصلوات الوالدة في القرآن ثم بعد ذلك الصلوات الوالدة في السنة وهذه لم يكن فيها ذكر السلام ولا ذكر الأصحاب وإنما فيها ذكر الصلاة والبركة وذلك أنهم إنما سألوه عن ذلك فقالوا قد عرفوا أما السلام عليك فقد عرفناه فعلمنا كيف نصلي عليك فعرفهم الصلاة الإبراهيمية وهذه لها روايات كثيرة منها باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهذه كلها من صياغ الصلاة الإبراهيمية ومع ذلك ليست الصلاة عليه توقيفية فهي مثل الدعاء لك أن تصلي عليه بأي لفظ شئت وبعدد ما شئت يمكن أن تقول اللهم صلي عليه عدد من صلى عليه اللهم صلي عليه ما ذكره الذاكرون وغفلا عن ذكره الغافلون إلى آخره فلا حرج في ذلك سألكم عن ماذا صحة ما جاء في كتاب شرائق الأنوار أعتقد هذه صلوات ليست مأثورة وإنما هي من تأليف الناس وهذه لا حرج فيها ما لم يأتي فيها مخالفتهم شرعيتهم فلا حرج فيها هي مثل ما يقوله الشعراء كل شاعر في كل قصيدة الغالب يختمها بالصلاة على النهاية السلام بصيغة تتناسب مع شعره وكذلك هذا ليس مصنف مشارق الأنوار شيخا نعم ليس هو مصنف مشارق الأنوار القاضي يتعلق بشرح الغريب من الصحيحين والموطع هذا كتاب في الصلوات في الصلوات فقط مثل كتاب الجزولي الذي يسمى دلاء الخيرات نعم نعم ترجمة نانسي قنقر